أضيفي المغني الرائع ألن جورج مساء الخير ألن مساء نور عزيزي شاهد طبعاً أنت اليوم نورنا من أمريكا مخصوص على المود هذا اللقاء يا أهلا وسهلا بيك نوارت دبي ونوارت استوديو ظهرت الجمعة شكراً شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة الحلوة جميلة يا أهلا وسهلا بيك وأني جداً سعيد أحنا أسعد بوجودك ويانا ألن أنت أطلعت علينا قبل من خلال شاشة الشترقية بتغطيات من هولندا في فعاليات أنت كتم شارك فيها كمغني أو أحب أن تحكي لي شوية عن بداياتك بالفن شون دخلت بهذا المجال صار لك كم سنة وشوية عن الفعاليات التي شاركت بها خلال هذه السنة طبعاً في البداية أحب أستغل هذه الفرصة وأسلم على جمهور إراقي جمهور مستمعين الشرقية أكيد أكيد إحنا دائماً على تواصل وفضائيتنا بصراحة إحنا من أشد المعجبين بهذه الفضائية ودائماً كنا نقدم أعمال في هولندا وكانت الشرقية موجودة دائماً للتخطيات أكيد طبعاً طيب ألن أنت إشلون دخلت مجال الفن أصلاً؟ بداياتك شنو كانت؟ الفن أنا أحس الفن هذا كان يجري بدمي من لمن شنت صغير أذكر أنت أغني مع أصدقائي وطن الغالي العراق كان عمري وقتها ست سنين كنا نغني مجموعة من أصدقائي وهذه الموهبة كبرت ونميتها الحمد لله كلش حلو طيب ألن أنت كنت من سكان هولندا قبل ومؤخراً انتقلت إلى أمريكا أيضاً صحيح؟ أي نعم وشاركت في هولندا في مهرجانات غنائية صحيح؟ نعم كنا نمثل العراق هذه المهرجانات كانت على مستوى الجالية العراقية والعربية وأيضاً الهولندية حلو جداً فإذاً حتى الهولندين ممكن أن يسمعون أغانينا؟ أكيد أكيد إحنا طبعاً إجت فترة تعملنا مع أساتذة هولنديين بالموسيقى وخلناهم يغنون لغتنا حلو حلو أن نجذبهم إلى ثقافتنا أكيد وكلش حبه الغناء العراقي لأنه هو الغناء غني بالمقامات الأصيلة صحيح أكيد وعدنا عمال موجودة على اليوتيوب أكيد طيب تسمعنا شيء على ذوقك من أول الأغاني اللي أنت سجلتها في حياتك مثلاً؟ عندي أغاني خاصة بي أكيد سمعنا أي شيء على ذوقك؟ سمعكم مقطع صغير من أغنية نزيف العراق هي كانت من أول أعمال اللي الخاصة بي أكيد يستاهل وطنة العراق العظيم أن نغني لها دائماً طبعاً طبعاً هي عن الأوضاع اللي دائماً تجري بالعراق لا تترك العراق نازفاً بقلبه الجريح لا 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 تترك العراق نازفاً بقلبه الجريح صلوا معي صلوا معي صلوا معي قيامه بنوره الصريح لا 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 يسلم صوتك وإحساسك أغنية أكثر من رائعة وأحب الفنانين اللي عندهم رسالة وأنت من بداياتك مقدم أغنية إهداء للعراق فحلو أنه من البداية رسم أنه لي فنك دايماً يكون أكو رسالة أكيد هذا كان عهد مني أنه في يوم إذا وإحنا قاعدين نشوف هسا مقاطع من اليوتيوب من أغنيةك نعم نعم حdriving لاتترك العراق نازفا لقلبه الجريب لا 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 تترك العراق نازفا لقلبه الجريح صلوا معي صلوا معي قيامه بنوره الصميق لا 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 حتى لو بتصوير بسيط سأكثر مبارع الأغنية كلش جميلة واستمتعنا بيها بصوتك واستمتعنا أيضاً لما شفناها على اليوتيوب حب أسئلك أهلاً حالياً أنت على شين وقاعدت تشتغل قبل فترة تقريباً يعني شهرين اشتغلنا أغنية عراقية جديدة ستالة جديدة المطلوب اللي هو الهوى اشتغلناها بالعراق حلو سافرتوا للعراق اشتغلتوها طبعاً التكنولوجيا هس تتساعدنا أنه ما نسافر مسافات ونقدر نتعاون مع الستوديوات عن طريق الانترنت وأكيد أنا أتمنى أنه شيوم أزور بلدي العراق أكيد إن شاء الله وحالياً قاعدين تشتغلون على الأغنية اللي هي بالهوى يعني ستايل الهوى نعم وكذلك مثل ما الأغلبية اللي يعرفوني كل فترة أصدر همين أغاني بلغتنا الثانية اللغة العراق اللي هي الأشورية والكلدانية أكيد طبعاً فاللي يعرفوني يعرفون أنه أغني أكثر من لغة طيب إحنا الصراحة طمعنا بما أنك ذكرت الموضوع إحنا رأساً نريد نصلي نسمع ما نتفهم تقدر تسمعنا شيء بصوتك الحلو باللغة العشورية أو الكلدانية راح أغني لكم بعد شوية بس حابب قبل هاي عندي موال أريد أكيد طبعاً تفضل أهدي خاصة هاي الأحوال اللي دي مرون شعبنا بيها أكيد أحب قدم لكم الموال وبلكت إذا أستاذ فراسي قدر يطلع واحدة من الأغاني عندي ياها مصورة بفيديو كليبس إن شاء الله أنت غني لنا الموال وأكيد راح يحطون لنا المقاطع على الهواء تدللون يسيلوني شجاك شبيك حيران يسيلوني شجاك شبيك حيران حتى بضحكتك مرسوماً أحزان سببك الحزن هذا عندي بستان جنّى على الأرض فاكه وأغصان ونخيل الدنيا عندي وحلى نهران ونخيل الدنيا عندي وحلى نهران وأغنى أرض أغنى أرض عندي بالبطولات شعب علم وفكر أنتوا أهل الحضارات لكن للأسف لكن للأسف ما من سنة ارتاحات من حرب الحرب من حرب الحرب كل يوم طفان يا والي أوفوفوفوفوفوف يا يا أنا عاش صوتك والأغنية أكثر من الرائعة وأكيد نتمنى الأمن والأمان لي جميع العراقيين عمين خلقي ألن ذكرت قبل شوية باللغة الماية Etnana والأ LIN أنت أيضاً تحب تقدم أغاني تمكن تسمعنا شيء حسن لا تتوقع نحن ننسى شيء ما شاء الله على ذاكرتك نغني لكم أغنية أكثر مسموعة هي الكل يعرفوها الأغلبية وكذلك غنوها بعض من المطربين العراقيين معروفة أيها كلنا أذان ونصغيها للغاية حبيبي شلوني إنساني أبقى مهمو وحداني عزيز الروح خلاني أنا دور على ديارة يوم وليلي بوارة يوم فنجارة بمطارة دا يوم الله غسفارة إيمال طلطات لغدارة إسلام صوتك وأحساسك شكرا ألن حاليا أنت ذكرت الأشياء التي قاعدت تشتغر عليها الأغاني التي قاعدت تشتغر عليها حابين نعرف شن طموحك بالمستقبل وشنو مشاريعك المستقبلية هو حقيقة أنا شغلي كان بالكومنيكيشن بس من كثر ما إجالي طلب أنه أقع أنه أغني وتكون عدي أغاني خاصة بي اضطرت أن أترك تركت مجال شغلك وهسا حاليا أنا متفرغ فقط للغناء فأكيد طموحي أنه الأغاني اللي نسويها نقدمها وتوصل إلى جمهورنا ولو هذا الشيء كله صعب لأنه قبل كانت في أوروبا في هولندا والجميع يعرفون أنه للفن هي مقبرة مقبرة الفن هناك صعب نوصل صوتنا أو أغانينا هسا حاليا بأمريكا عدنا جالية هل ذلك أنت قالت إلى أمريكا؟ نعم نعم عدنا جالية كبيرة هناك عدنا فضائيات وراديوات فهذا الشيء يخلينا يكون فردحافز أنه نقدم دائما من أشياء جديدة وأكيد الأغاني اللي نختارها أكو وراها رسالة طبعا ونحاول دائما أن نقدم أغاني راقية فن راقي وأكيد انتظرونا قريبا عدنا عمال جديدة وعلى طول نصور عدنا الأغاني اللي نقدمها حاليا ننصورها فيديو كليب حالو نتمنى لك الموفقية أكيد وكلنا حماس أن نشوف أعمالك جاية ألا نحب هسا أن تسمعنا شيء ثاني على ذوقك بيكون إهداء لمشاهدي ظهيرت في الجمعة أوكي راح نقدم لكم أغنية شلع قلبي هي حصريا على قناة الشرقية لحد الآن يعني الشرف إلنا أنه أنت راح تنطينا شيء حصري أكيد عزيزي وأتمنى أستاذ فراس أنه يكملها من عندها اللعب باللايف كليته موجود ورح يحطون كل المقاطع اللي احنا نريدها إن شاء الله إذا الوقت سمحلنا أكيد بس حابين أنه نستمتع بصوتك تسلمي لي شكرا كل جدا وقت شلع 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 قلبي هل تعبت من روحي؟ طلع شذب حب والله؟ طلع شذب حب والله؟ هل تعبت من روحي؟ طلع شذب حب والله؟ طلع شذب حب والله؟ أبد ما يعرف يحب؟ طلع حب بس شذيب؟ أبد ما يعرف يحب؟ طلع حب بس شذيب؟ ويا ما أبقى حبا ويا ما أبقى حلها كل من يروح على دربة كل من يروح على دربة شلع 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 قلبي ولا 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 تشنه كوني شلع الله قلبي يعطيك ألف ألف عافية شكرا أنه أنت كنت متواجد بيانا اليوم سعدت باللقاء وياك وبالحديث معاك وبأغانيك الحلوة ونتمنى لك أكيد كل الموفقية في مسيرتك الفنية ونتمنى أنه أكيد نشوفك ويانا موجود مرة ثانية شكرا جزيلا عزيزتي شهد وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم وأشكر الشرقية على هذه الاستطابة الجميلة يا أهلا وسهلا بيك شرح بدنا